السلام عليكم ان شاء الله هنكمل و هنبدأ في جزء جديد اللي هو AC Distribution System الجزء ده عبره عن مسائل هناخده ثلاث افكار مسائل هما سكلهم سالين خالص ايا لو في حاجة في الموضوع يبقى تعويض اركام عشان هي كومبليكس فانت الجزء ده مفهوش افكار خالص وبس لازم تتضرب ايدك كزا مرة قبل الامتحان عشان اركام كومبليكس ونسبة للغارة ممكن تبقى جبيرة تمام فهنبدأ معنا اول نوع من المسائل وده اسه النوع مديك سابلاي ايه بيغزي لوت سي وبيغزي لوت بي تمام هو بيبقى مديك بياناية اللي هو اللوت بي واللوت سي هو هنا مديك بياناية اللوت بي 200 امبير والبار فاكتور بتاعه 8 من 10 والفولت 500 انجل زيرو هو مديك اللوت سي 100 امبير وبار فاكتور 7 من 10 تمام وعايز بيبقى عايز هو طالب الجهد عنده كله نقطة في اي وفي سي وعايز البار امبوت تمام اول حاجة في النوع ده من المسائل بتهتم بيها هي الطيارات لازم تبقى صابت الطيارات اللي عندك في الكابل تبقى عارف هي ايه عشان ما مساءلة ما تبص معاك يعني هنا مساءلة هنا معاك الطيار اللي ماشي اللي رايح لللوت اه اللي رايح لللوت سي ومعاك الطيار اللي رايح لللوت بي مش معنى الطيار ده اللي هو طيار الكابلي ده الطيار اللي اللوت بيسحبه تب انت طيار الكابلي هنا مش عارفه هنا مش عارفه هنا عشان مساءلة دي بسيطة فانت لو لاحظت اللي الطيار مصحوب ده هو هو الطيار اللي ماشي فى الكابل يعنى هو هو الطيار اللي يعنى ده الكابل بي سي هو هو الطيار اللي مسحوف فى اللوت سي يبالا اللوت سي هو فى صحبر الطيار اللى فى الكابل比 سي يبالين وهنا اللي هو امتين امبير هو نفس الطيار اللى ماشى هنا وهو نفس الطيار اللى ما الشيشرين고 فى المثال اقعد current الطايرات بتختلف ب Santos qui need a bit toter effect فانا بقلي عايز الطيار AC주 метtu طيار ACı GTD طيار ده. زائد الطيار ده لو طبعت KCL. الطيار اللي ماشي الكابلي ده والطيار اللي ماشي هنا هو الطيار اللي مسحوم من لود ده. تمام فلو جينا مسلا نجيبه IAC اللي هو I2Tel يعني. اللي هو الطالع من الصابلاء اللي طالع من الصابلاء هو هو. تمام هلا هو اللي بيساوي. الطيار بتاع ده اه مئة امبئر. الانجل بتاعته سوية شوية. زائد الطيار هنا امتين امبير. والانجل تعال نبص عليه. طيب انت عندك الbar factor. التمانية من عشرة. انت مسلا اللي عملت شفتكوزين التمانية من عشرة تلاقي الزاوية ستة وتلاتين سبعة وتمانية. تمام? انت عندك مسلا اللي هي فا. انت عندك الفا دي بتساوي. زاوية الفولت ناقص زاوية الطيار. طيب انت عايز زاوية الطيار دي اللي انت عايزها. تمام? ومعاك الزاوية دي. فانت عشان تكون معاك لازم معاك زاوية الفولت. تمام? طيب زاوية الفولت اتجيبها منين? هنا في الا اي بي هم اديها لك زاوية زيرو. تمام? يبقى هنا زيرو ناقص الزاوية اللي هي ستة وتلاتين سبعة وتمانين من مية. تمام? دي ما تكونش مشكلة. طب ده انت معاكش الفولت بتاعه. طب انت عايز كده سيتا إم... عايز كده سيتا بتاعت اللي هي مثلا دي. اها زاوية الفولت بتاعت الليو بسي. هي مش معاك. تمام? فانت قدامك لازم تباع معاك عشان تقدر تجيب سيت اا تمام طيب هو هيبقى قدامك اخيارين لو هو قلق لو هو قلق ان كل الطيارات ريفرت ليه السابلاي او الفار انت يعني هو لو قلق اا ريفرت تو السابلاي فولتج او الفار انت كده انت بتعمل بتعمل كل الفولتات زاويتها زيرو يعني ده الفولت بتاع ايا كان الماجنيتيود بتاعه بيبقى ليه زاوية زيرو فبالتالي هنا هتبقى الطيار بتاعه زيرو ناقص كوزاين مينس ون اللي هو سبعة من عشرة تمام دي الحالة الاولى الحالة التانية بتاعه اللي هو قلقك ان كل الطيارات ريفرت تو اتسعوا اللوت لما قلقك اللي هي ريفرت لللوت بتاعها يبقى كده انت لازم تحسب الزاوية دي تمام طيب هتجيب الزاوية ديلتها ازاي انت عشان المسألة دي عشان تبص يعني الشكل ده ممكن عشان تفهموا تبصاته اتسعوا اللوت ناقص هنا وده كده اللوت بي بتاعه وده اللوت بي وده اللوت سي تمام وده اللوت بي اليمبيدنس تحت الكابل اللي رايح وده اليمبيدنس تحت الكابل اللي راجع ونفس الكلام هنا فواتي لكابل اللى رايح ومستخدر التجاهي وسترد التجاهي عليه الصابع وهينا السباي ويجي هنا ويجي هدف الكابل والهيد الراجع وهنا ينقل لكابل وقدر الان رايح وقدر الان الراجع لو انت عايز تجيب الفولت دة فبالتالها احضر تطوى بقي لان انت معاك الفولت دة اللى هو 500 وزي بتاعته 0 تمام ومعاك الامبيدنس الامية وهو مدهلة ومعاك الطيار ابي سي اللي احنا قلناه هو طيار الاي بي تمام فطبق هنا كفيقل هنا في بي سي بي ساوي في بي زائد اللي هو الاي بي سي في زد بي سي طيب انت معاك الفي بي 500 انجل زيرو تمام زائد الاي بي سي ان هو طيار اي بي اللي هو متين والانجل بتاعته سالب كوزين مينس وين تمانية من عشر اللي هي تعمل ستة وضعتين درجة في زد بي سي بي سي بركز بقى هنا في موضوع المقاومة هنا قالك ان الزد كابل اثنين من عشرة زائد جي واحد من عشرة قوم لكل كيلوميتر جو اندري تير يعني معناها بيقول لك جو اندري تير يعني المقاومة الجزء ده جو ومقاومة تير تير هي هي اللي هي اثنين من عشرة زائد جي واحد من عشرة بالتالي هنا قالك جو اندري تير يبه انت مش هتضرب في اثنين لقد ان هوا اول ده ودم يعني لابها اول ده مقاومة دي يبه انت لازم تضرب في اثنين جو لازم ده وける ده وده مع بعض اول تريكز يبه ايضا اللي ذلك قالك جو اندري تير واندري تير واندري أول واندري تير يبه ان تضرب من حد عندها لازم نقاومة الده أن تم البيع بعد اوسط محتاجين من ترجع اِيئ أبي مقاومة الكابل كله لوم رايح وراجع تمام? في المقاومة بتاعتي اللي هي اتنين من عشرة زائد جي واحد من عشرة. وقال لك هنا اوم لكل كيلو متر. فبالتالي هنا ما اديك قال لك ان المسافة دي ميت متر. يبقى انت لازم تضرب في كام? في واحد من عشرة. واحد من عشرة كيلو. تمام? كده بالنزل كده جبت ال في سي. بقى انا هنجيب في سي مقدار والزاوية بتاعته اللي هي دلتا. يبقى هنا هحتاج الزاوية دلتا لو هو كان قال لي ان كل النقران تقارف لتوقت سو اللو. فبالتالي هناخد الطيارات اللي انا جبتها. هنفط معها زاوية الدلتا. يعني دي هتبقى دلتا وانا جبتها. تمام? عشان ما ترش تاني. احنا بنجيبه اي توتا اللي هي اي سي زايد اي بي. تمام? معي الطيار ده والبار فاكتور بتاعه. معي الطيار ده والبار فاكتور بتاعه. ده زاوية الفولت بتاعته زيرو. تمام? فهنا مفيش مشكلة. هنا بناتيجي هنا لزاوية بتاعت النوطة دي. انا معي زاوية الفولت بتاع الفي سي. فبالتالي لو هو قالك اه 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 بالتالي حتهمل الزاوية دلتا وهتقول يبقى الزاوية ناقص وزي ما نشوان البر 7 من 10 طيب لو ما كانش قالك لو قالك ان هي R-2 و تسعوه اللوت بالتالي لازم تحسب الزاوية دلتا هتجيب الزاوية دلتا منين؟ انت لازم يبقى عندك ال V-C هتجيب ال V-C منين؟ هتتطبق ال KVL هتقول ان هذا الفولت دا يساوي انت لو دا كده يبقى ال V-C دا زائد الفولت دا معاك ال V-B و معاك طيار الكابل و معاك مقاومة الكابل هتجيب ال V-C مقدار و زاوية كده جبت ال V-C عشان نجيب منها الزاوية دلتا وهو برضو كان عايز ال V-C كده خلصتا اتبقى اللي فيه ايه طيب انت الاول حاجة انت هنا لما طبقت انت هنا لما طبقت الكسي اللي عنده النوت دي جبت منها الطيار اللي هو I-A-C اللي هو طيار الكابل دا تمام؟ فبالتالي انت لو عايز يجيب فيه ايه طبق كيف يقلنا؟ اللي احنا طبقناه هنا هنطبقه المرة دي هنا فال V-A هتساوي ايه ال I-A-C اللي هو I-Total اللي يعني لها لسه جايبه لها لسه جايبه من الخطوة اللي فوق دي تمام؟ فيه المقاومة اللي هي Z-A-C اللي هي 2 من 10 زاوية J 1 من 10 ولازم نضرب فيه 2 من 10 عشان هنا أومبر كيلومتر تمام؟ زاوية V-C تمام؟ ال I-A-C قلنا احنا لسه جايبينه اللي هو I-Total ده معانا ويه المقاومة من الدهالي وال V-C اللي انا لسه جايبه من الخطوة دي انها كنتم تطبق كيف يقل على اللوق ده تمام؟ كده جايبت V-A و V-C طب لو طالب اني ال Bar Input ده بيساوي ايه؟ الفولت بتاع السابلاي في الطيار بتاعه فكوزين سيتا بي ناقص سيتا عار ال V-A اللي هي لسه جايبه فيه I-A ده مقدار ال I-A اللي أنا لسه جايبه من الخطوة اللي هو I-Total تمام؟ فيه في كوزين زاوية الفولت ناقص زاوية الطيار اللي هي زاوية V-A و زاوية I-A تمام؟ وأنا هيبه معي ال V-A مقدار وزاوية معي I-A مقدار وزاوية فكدة تماما مفيهش حاجه في المشكلة فالمسالة دي سهلة النقطة اللي تخلي بالك منه عتما تقوم بجاون الجسد تحمل هذه الأمور تخلي بالك عن معدي كي تكون لديك الأمور و الو حتة الثانية بتاعه أمتة تحسب زاوية Delta و امتة تحسبها لو أقولك R-R2 Sublay و المميل إحسابها و لو أقولك R-R2 لابد أن تحسبها في التعضاء كدة أول نقطة هذا اخرى من المثال هو الكلام سابلاي ايه يغزي لوت بي ويغزي لوت سي وهنا مديك المكاومة بتاعك كل كابل وهنا مديك الطيار اللي بيسحبه لوت بيعشين امبير وتميل منعشة بار فاكتور والطيار اللي بيسحبه لوت سيه خمس عشر امبير وبار فاكتور ستة من عشرة ومديك سابلاي ايه تلاتة فيز احداشر كيلو فولت طيب هنا عايز ايه؟ هنا عايز انت معاك الطيارات اللي سيحبها اللوت بي و سي بس معاكش طيارات اللي في الكابلات وانا قلت لك اول حاجة بتفكر فيها طيار الكابلات ده لازم يكون معاك طيب هنجيبه ازاي؟ المسالة دي هنستعمل فيها طريقة سيفن او انت مش فيك في طريقة سيفن هنقوله هنا مسلا سريعا لو احنا مسلا كان عندنا الشكل ايا كان مثلا هنا مقاومات ومسلا قلنا اللي ده اللوت بتاعي تمام فكننا عشان نحولها كنت بنشيل الفرع ده تمام واجيب وبص على النوطة دي اجيب المقاومة بتاعتي يعني اكتب اجيب سيد سيفنن وفي سيفنن لما اكتب اشيل الفرع ده اخليه اوبن سيركت يعني بقى اسم بقى كده والتكملة دي زعم هي هنا بجيب المقاومة سيد سيفنن بين النوطتين دول اوف عند النوطتين واجيب المقاومة كلية بتاعتي تمام؟ ولو عايز اجيب في سيفنن فاجيب في سيفنن اللي هو شورت سيركت بتاعها تمام؟ في اوبن سيركت بتاعها تتفاق بتاعتي تمام؟ بقى كده كنت بارسم الشكل اللي انا بعزي هنا سيد سيفنن وهنا بعزي بسيفنن تمام؟ ورجع تاني اللوود اللي انا كنت شايله تمام؟ ده اللوود بتاعها تمام؟ ده كان فكري سيفنن وده اللي احنا هنعملوها هنا تمام؟ فهنا مثلا هو فيه مسألة مثلا كان جاء فاين يقول لك هتشيل اهنفنان ما قالك انت شيل الفرق اللي انت عايزه تمام؟ فهنا مثلا هتشيل الفرق هي بسي اول حاجة انت في المسالة افرد اتجاهاتك واللي انت عايزه اشتغل عليها وعلى حسب الفرد طلع ارقامك ما تغيرش حاجة لو حاجة فيها سرب او كده اسبها زامعية فاحنا نقوله الطيار دا هنا كده طيار جاي هنا وهيتوزع هنا ونقول الطيار ماشي هنا وبالتالي الفولت دا كده الفولت VAB والتالي دا الفولت VAB VAC والطيار كده يبقى الفولت VBC كده طيب انا بقى لي عايزة احسب الطيار اللي في كل كابل هنجيبها زي احنا قلنا هنعملها هنشغل بطريقة 7A فهنشيل قلنا هنشيل الفرد بي C ونجيبها 7A وفي 7A تمام تعلق وجيت شلت الفرد ادي هنا النقطة ايه دا كده C دا كده B ودى النقطة ايه انت لما شلت الفرد اللي اتغير عندك بقى الطيار دا بي C بقى الطيار اللي انت عندك اللي بيسحبه اللوت بي يعطي المصره اللوت بي هو هو الطيار اللي ماشي فى الكابل IAB يعني الكابل دا اللي هو IAB هو هو الطيار اللي ماشي هنا فهتلاقي عندك ده نفس الطيار اللي هو 20 أمبير والبار فاكتور 8 من 10 هتلاقي نفس الكلام هنا الطيار اللي ماشي في اللوت سي اللي اللوت سي بيسحبه هو هو نفس الطيار اللي هو IAC تمام اللي هو كان 15 أمبير والبار فاكتور 6 من 10 وبالتالي بناه عليه ممكن تحسب ال V7N احنا لو هنا تصبطنا الاتجاه اللي احنا بطيار ماشي كده يبقى الفولت كده تمام فهتلاقي عندك ال V7N طبق انا كيف يقل في اللوت ده نقولنا ده كده يبقى الفولت ده كده وده كده يبقى الفولت ده كده يبقى V7N زائد VAB هيسحبه VAC يبقى V7N هيسحبه VAC ناقص VAB تمام VAC عنا تعيز السيار وعايز المقامة هنا مديك المقامة بتاعت الكئر تمام فانا عايز هنا مقامة الكابل وعايز هنا طيار الكابل احنا اتفقنا بالنسبة للطيار الطيار اللي بماشي في اللوت هنا هو هو نفس الطيار اللي مصحوف في الكابل ده ونفس الكلام هنا فبالتالي هنا مجديني مقامة الكابل AC 1 زائد G 3 في الطيار هو هو نفس الطيار 20 امبير والانجل بتاعه لا الطيار هنا 15 امبير 15 امبير وانجل سالب كوزين ماينس 1 البار فاكتور اللي هو ستة من عشرة وهنا السالب عشان هو لا تمام ناقص VAB المقامة الكابل AB 1 زائد G 1 تمام في البار فاكتور بتاعه هنا مدي البار فاكتور تمانية من عشرة سالب كوزين ماينس 1 ثمانية من عشرة تمام كده اقدر اجيب ان في سيفنين اطلع معي في سيفنين بتساوي 17 زائد G 11 خليها معك دلوقش تمام جبناها ازاي طبعنا كيف يقل في اللوت ده معي الطيار هو هو المصحوف في اللوت هو اللي ماشي في الكابل ونفس الكلام هنا ومعي مقامة AB ومعي مقامة AC هو مدعاني طيب زد سيفنين احنونا هنبص بانه النقطتين اللي انا شلت عندهم الفرق فهنلاقي مقامة AB مقامة AB ومقامة AC فهي هتساوي 1 زائد G 1 مقامة AB زائد 1 زائد G 3 مقامة AC يبقى كده سيفنين بتساوي 2 زائد G 4 تمام؟ انبقى الي كده عايز اجيب طيار ال IBC احنا قلنا بعد كده ارجع اللوت فهتلاقي عندك وده اللوت بتاعك وتمام؟ وده V7 ده اللي هو الفرق اللي هو كان ال B C اللي انا شلته تمام؟ فانت لو عايز اجيب طيار انت لو عايز اجيب طيار ال IBC فانت هتلاقي عندك V7 على Z7 زائد Z بتاعات اللوت على اللوت ده كده طبع اللوت ده عمجموه المقامتين على والفولت بتاعه فال V7 احنا جبناه ب 17 زائد G 11 على Z7 2 زائد G 4 زائد مقامة اللوت اللي هو مقامة اللوت اللي هو مدالي في الاول 1 زائد G 2 هتلاقي معي ال IBC 3 والزاوية بتاعتي سالب 30 و 14 طيب كده انا جبت اول طيار عندي اللي هو الطيار ال IBC طيب الطيارين دول مش هما الطيارين احنا قلنا لما شنا الفرق بقى هما الطيارين بس لكن هما اساسا مش هما الطيارين اللي هما بتوع اللوت احنا طبعه اتماعنا الحالة ما شنا الفرق لانهم هما هما فبالتها لازم احسابه تاني نجيب بعض طيار اللي هو الصح لكن هنا لما شلت الفرق كان هما هو تمام عايز اجيب طيار IAB انت لو طبقتي كيسي اللي عنده النقطة دي لو قلت فانت هتلاقي الطيار اللي هنا هيتوزع جزء هنا وجزء هنا فانت هتلاقي ان IAB هيساوي IAB زائد IC IAB معاك اللي هو 20 والزاري بتاعته سالب كوزاين مينس 1 8 من 10 زائد هنا IAB زائد IBC IAB زائد IBC اللي انت لسه جايبه من الخطوة دي اللي هو 3 أنجل سالب 30 و 4 من 10 كمام وطلع قيمة IAB يبقى معايا IAC لو عايز اجيب طيار IAC لو بصيت ان هتبضعت في KCL هتناها IAC داخل و IBC داخل واللي خارج IAC بتغلوه فبالتالي يبقى IAC هيساوي IAC ماقس طيار IBC IAC معايا اللي هو مدولي 15 والبر فاكتور سالب كوزاين من 10 ستة من 10 ناعيس IBC لنها لسه جايبه 3 والأنجل سالب 30 و 4 من 10 كده جبته طيارين بتاعي الكابل كده معايا IAB IBC IAC تمام ان بقى لي عايز الفولت عند كله نقطة يعني انا هو مديني VA وعايز VB و VC لو انت مسلا خط قلت VAB هيساوي VA منس VB معاك ال VA جبن هو قالك 11 كيلو فولت سري فيه هبالتالي هزي بقى 11 فعاش اقص 3 على جزر 3 عشان داوب من فولت اللاين وهنا عايز فولت الفي والزاوية بتاعته 0 كده VA ناقص VB اللي انا عايزها طيب VAB بتساوي طيار الكابل في مقاومة الكابل مقاومة الكابل واحد زاية J1 في IAB اللي انا لسه جايبها جبت IAB لما جامعت IBC كده جبتها مقدار وزاوية تمام؟ بقى للVC نفس الكلام اللي عملناها لقلنا VBC ايساوي VB ناقص VC الVC هو عايزه الVB لسه مطلع من الخطوة دي تمام؟ الVBC اللي هو عندي هنا طيار الVBC ومقاومته مقاومته واحد زاية J2 والطيار بتاعه 3 انجل سبب 3 و 14 كده اجيب الVB الVC واجبت الـ 3 طيارات بتاعه الكابلاء جاء المسألة دي خلصي ففاش حاجة ترجمة نانسي قنقر